لا تزال عدد الإصابات بفيروس كورونا ترتفع وتزداد يوما بعد يوم في أغلب الدول مع جائحة وقف العالم بأسره عاجزا عن إيجاد حل لإيقافها أو على الأقل كبح جماحها سباق مع الزمن تخضه عدة دول لإيجاد لقاحات تجريبية لإنهاء هذه الفوضى التي سببها هذا الوباء فبعد أمريكا وبريطانيا أعلنت ألمانيا أن شركة بيونتيك ستباشر تجارب سريرية أولى على لقاح ضد الوباء تشمل مئتين من المتطوعين الذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشر والخامسة والخمسين عاما وفي بريطانيا أعلنت السلطات عن الشروع بأول تجربة للقاح ضد فيروس كورونا على البشر في مختبرات جامعة إكسفورد ورغم أن اللقاحات في بدايتها غير مؤكدة النتائج وتستغرق عادة سنوات إلا أن لقاح أكسفورد إن أثبت نجاحه فسترتفع القدرة على تصنيعه وبالتالي تقديمه للمرضى بحسب الحكومة البريطانية لكن المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكي أكد أنه لا إدلة علمية كافية حتى الآن على فعالية أي لقاح لفيروس كورونا وذلك بعد أشهر من التجارب التي أجراها مركز أبحاث المعهد وشارك فيها مجموعة من الخبراء متفقا مع نتائج العديد من المراكز البحثية والخبراء في الولايات المتحدة الأمريكية وبينما تبدأ الدول الأوروبية إجراء تجارب سريرية لاختبار اللقاحات تلوح في الأفق معركة سياسية أخرى تطالب فيها أستراليا بدعم دولي لإجراء تحقيق شامل بشأن منشأ الفيروس وتفشيه واستجابة منظمة الصحة العالمية له ما ثار حفظة الصين التي اتهمت المشرعين الأستراليين بتلقي التوجيهات من الولايات المتحدة ويبقى إيجاد اللقاح للفيروس المستجد والأمل الوحيد لدى المصابين الذين اكتشفوا في وقت مبكر هزالة النظام الصحي ليس في دول العالم الفقير فحسب بل الغني الذي أنفق المليارات على سباق التسلح وترك البشر ليواجه مصيرهم وحيدين ويصارع للبقاء أمام فيروس لم يكتشف لقاح ناجح له حتى اللحظة ترجمة نانسي قنقر